لا شك أن هناك مشاهد عيفتها ديبلوماسية سورية تؤكد صلامة هذه المؤسسة العريقة في الحياة السورية ووطنيتها وعروبتها ودفاعها عن شعبها وعن وطنها وإدراكها لخطورة المؤامرة التي تتعرضها سوريا أنا أذكر أن رئيس حكومة قطر أنا ذاك في مداية الأزمة السورية وحين كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية في الدوحة كيف كان يلاحق الوزير المعلم من مكان لمكان وعرض عليه عير ما أظن قيل يومها 100 مليون دولار مقابل انشقاقه لكن التزامه بوطنه والتزامه بمبادئه والتزامه بأخلاقه كان يستهزئ بهذا العرض وينفضه كما هو معدوم والأمر نفسه انطبق على سفيرتنا في باريس حين أشاءوا أنها انشقت وأجبها تعود إلى السفارة وتعني المؤتمر صاحبيا يؤكد تمسكها ببلدها وبوطنها والعديد من السفراء والديفرماسيين السوريين تم إغراؤهم بأموال كبيرة من أجل أن يؤلن من شقاقهم خصوصا أنهم خارج سيطرة النظام كما كانوا يقولون وبالتالي يملكون الحرية في أن يعلنوا مواقفهم لكنهم جميعا تمسكوا بالموقف الأخلاقي أولا والوطني والقومي والمدافع عن بلدهم هذه شهادة كبيرة للديبلوماسية السورية كان صمودها يتكامل مع صمود الجيش السوري ومع صمود الشعب السوري ولا ينفع السوريون أبدا مواقف موصل سوريا في المتحدة الدكتور بشار الجافر الذي كان ينطلعه أبناء سوريا وأبناء الهروبة جميعا حين يدافع عن سوريا وسط تلك الأهوال التي كانت تحيط بسوريا وسط تلك الضغوط الهائلة التي كانت تواجهها سوريا ويواجهها ديبلوماسيون السوريون كان بالفعل أسدا في منابر الأمم المتحدة وفي المنابر الدولية دفاعا عن سوريا كل هذا الشهادة لديبلوماسية سورية وطنية عريقة منذ الاستقلال سوريا ديبلوماسيتها منذ الاستقلال كانت ديبلوماسية للأمة العربية ديبلوماسية لفلسطين ديبلوماسية لكل حق عربي وكلنا يذكروا موقف سوريا أبانا لأدوان السلسي على مصر عام 1956 ودور ديبلوماسية سوريا آنذاك بالدفاع عن مصر وفي الوقوف إلى جانب مصر في تلك المحنة جنبا يا جنبا مع الشعب السوري محجوم الثال بعد الذين دمروا أداب بالنفط ببنياس لكي لا يصل النفط إلى دول الغرب ودول الأدوان سوريا إذن تاريخها تاريخ يشهد بالصلاب الوطنية والقومية والدبلوماسية السورية كانت مرآة وكانت منعكاس لهذه الروح السورية الوطنية والقومية والتحرورية التي عرضتها وما تزال تعرضها بشتى أنواع المؤاملات والحبوض